سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المصدر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم وارفع الخفاق والوطن والاستيعان نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين ترين 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 أربع عدات تمرين مع بعض تمرين ابتدي وا ثلاث أربع وا ثلاث أربع وا اثنين ثلاث أربع وا اثنين ثلاث أربع وا اثنين ثلاث اثنين اثنين ثلاث أربع أمام جم أمام تحت وا ني ثلاث أربع وا ني ثلاث أربع وا ثلاث أربع من وضع الوقوب أدرنا ثابات الوسط فلانتقاد خطوة لليمين ثم العودة للمتصف ثم انتقاد خطوة للساء العودة للمتصف التمرين باستمرار التمرين يبتد وا ثلاث أربع 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 من الوقوف فتح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس الرافع الضغط أربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات جهة اليسار التمرين ابتدي واحد ثلاث أربع واحد ثلاث ثلاث أربع واحد ثلاث اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أهل القرآن أهل الله وخاصته حيا الله ابنائي وبناتي نتابع اليوم حفظ تلاوة الآيات التي سبق أن تلوناها من سورة الرعد أتمنى أن تكونوا قد سمعتم هذه الآيات وأيضا تدربتم على تلاوتها فكان الواجب المقرر لكم بالأمس هو التدريب على سماع هذه الآيات هل سمعتموها؟ ممتاز بارك الله فيكم قبل أن نتابع تلاوة هذه الآيات نذكر أنفسنا كالعادة بأهدافنا كونوا معي يا أحبابي نحرص على طبعا التأدب بآداب التلاوة تلاوة الآيات تلاوة صحيحة سليمة من الأخطاء استخراج أيضا نستخرج سويا الكلمات الغير واضحة لنوضحها التدريب طبعا على التلاوة وعلى الحفظ الصحيح السليم من أي خطأ التصويب تصويب ماذا؟ تصويب الأخطاء اللفظية أو الحركية أو التجويدية دائما نحرص على استخدام جدول التصويب لتصحيح التلاوة نطبق أيضا أحكام التجويد أثناء التلاوة نحرص أيضا من خلال هذه الآيات أن تنعكس من خلال التلاوة على أخلاقنا وسلوكياتنا كما سنتحدث اليوم في بداية هذه الآيات المقررة علينا عن صفات أهل الجنة فهذه الصفات تجعلني ماذا أفعل؟ نعم أمتثل لها أعمل بها لأكون من أهل الجنة أيضا أرشدتكم في السابق إلى الاستماع إلى دروس القرآن في قناة عين نعم بارك الله فيكم فالاستماع لهذه الدروس في هذه القناة يساعدنا أيضا على تحسين التلاوة نحرص يا أحبابي على تحقيق مفهوم المواطنة الحقيقية كيف نكون صالحين صالحات قادرين على خدمة هذا الدين وأيضا خدمة هذه البلاد المباركة من خلال ما نتلوه من آيات الله عز وجل بارك الله فيكم نتابع الآن تنبيهاتنا نحرص على تعظيم كلام الله عز وجل نخلص دائما العمل لله سبحانه وتعالى وأن يكون القلب حاضرا أيضا نحرص على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا نفتح المصحف ونقرأ مباشرة ولكن نحرص على الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا البسملة التأني والتمهل فدائما أنصحكم يا أحبابي إلى التأني والتمهل أثناء تلاوة هذه الآيات محاولة تحسين الصوت بالقراءة قال تعالى ورتل القرآن ترتيل احترام القرآن وعدم التشاغل عنه لا نتشاغل عن كلام الله لا نتشاغل عن كتاب الله ففي هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى ثم أثر علينا في تحسين هذه التلاوة أو الحفظ نحرص على تأمل ما نقرأه ما نتلوه تأمل الآيات وتدبر الآيات والتفاعل مع هذه الآيات بارك الله فيكم هذه الآيات من الآيات 19 إلى آية 34 من سورة الرعد هذا جدول التصويب المعتاد وبإمكانكم تصميم أي جدول يناسبكم يحقق الهدف المنشود وهو التصحيح والتحسين هذه الآيات التي سنتطرق إليها لهذا اليوم كونوا معي طيب هنا هذه الكلمة في هذه الآية إنما يتذكر نحرص على الذال والشدة على الكاف إنما يتذكر وليست يتذكر نحرص على إخراج الحرف الصحيح يتذكر وليست يتذكر إلا أن وقفت عليها طيب من يقرأ لي هذه نعم من يقرأ هذه الآية أيها تفضلي ممتاز بارك الله فيك نعم أولو الألباب وليست أولي أولو الألباب أولو الألباب وليست أولي الألباب بالضم أولو أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى لحظوا هو إنما يتذكر أولو الألباب لاحظتوا الآن هذه الآن الصفات تأملوها تأملوها ونحن نقرأها طيب من يقرأ لي هذه من سيقرأها من الماهر من الماهر أيها تفضل نعم جميل منتبه للحركات ولا ينقضون الميثاق ينقضون ضاد وليست ضاء ولا ينقضون وليست ينقضون ولا ينقضون ولا ينقضون واضح إذن يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق هذا يكون لها أثر علينا على سلوكياتنا هذه أخلاق المسلم نعم هنا لاحظوا الكلمة ويخشون وليست ويخشون انتبهوا للحركات ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب واضح لاحظوا وفاء بالعهد وصلة ما أمر الله بها أن يوصل وأيضا الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى ومن حسابه والذين صبروا بتغاء وجهي ربهم وجهي لاحظتم الحرف هنا في قلقلة في الجيم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأقاموا الصلاة وليست الصلوات انتبهوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا الصلاة وإذا وقفنا عليها وأقاموا الصلاة والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم لاحظتم القلقلة هنا في الباء في الجيم في القاف وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا طيب من يقرأ هذه الكلمة يلا من الماهر من سيقرأ هذه الكلمة يلا ويأخذ النقطة طبعا تفضل نعم ممتاز ويدرؤون بالحسنة السيئة لاحظوا أنا قلقلت الدالي الآن ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة طيب ما مقصود يدرؤون يدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون نعم يدفعون أولئك لهم عقب الدار ممتاز واضح الآيات نستمع إليها هل هناك أي استفسار إذن ننتبه الآن مع المقرأ كيفية القراءة الصحيحة السماع الحركات في المرجعية للسماع ونهتم أيضا بالتفاعل مع هذه الآيات ونحاول تطبيقها في حياتنا الوفاء بالعهد الصلة مخافة الله الصبر إقام الصلاة والزكاة وأيضا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوك أنه ولي حسن ويدرؤون بالحسنة السيئة لاحظوا طبعا ما هو النتيجة النتيجة تجعل الواحد ماذا يفعل يتحمس لهذا العمل جنات عدني يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار نستمع أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَاءِ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصاد بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات أهل الجنة هنا أسأل الله عز وجل أن نكون منهم ونحرص على امتثال هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى وعلى أن نكون من أصحاب هذه الصفات لننالى الجزاء من رب العالمين لاحظوا على النقيض الآن الفريق الثاني والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه طيب لو سألتكم تغذية راجع يلا ما المراد بهذه الميم الميم اللي بعص هذه نعم نعم فعلا بارك الله فيكم يقصد بها أن هناك إقلاب لاحظوا ينقضون هناك يوفون وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلْ هذلك يصلون هؤلاء يقطعون وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ لاحظوا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ لَحَوْلَ وَلَا قُوَةِ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ انتبهوا عندما تتلون وَلَهُمْ سُوءُ سُوءُ الدَّار هنا ننتبه للسين والط الله يب عندي قلقل الآن يبسط وليست فلا تمطق صاد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إذن يبسط و لمن يشاء ويقدر يعني يضيق إذن هنا بسط وهنا تضيق وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع طيب واضحة الآيات نستمع إليها هنا استوقفتني هذه الآية فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يطمئن بذكر الله عز وجل وأعظم الذكر هو يا أحبابي تلاوة القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله كيف تقرأ وَتَطْمَئْهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ احرصوا على هذا الذكر هنا هذه الكلمة طبعا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أناب يعني رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى نستمع وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بارك الله فيكم على حسن الإنصات بالمقارنة بين الفئتين أتمنى أن نحرص على تحقيق هذه الصفات التي نالت الجزاء في الآخرة نتابع الآيات يتحدث الله سبحانه وتعالى أيضا عن المؤمنين لاحظوا هذه الكلمة كيف التنطق الذين آمنوا وعملوا الصالحات تحظوا طوبى 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 لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قد خلت من قبلها أمم لتتلو لاحظوا هنا حسن وصلت الكلمة هذه ننتبه لها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك انتبهتوا لتتلو لتتلو انتبهوا لها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب لاحظتم الآن الآية هذه تبين لنا فضل القرآن الآية القادمة انتبهوا لها ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا انتبهوا للكلمة هذه يَيْأَسِ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ وهنا أيضا هنا لاحظوا عندنا حرفين تفخيم وراء بعض القافة أو قطعت به الأرض قطعت قطعت أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةَ أو يلا انتبهوا الكلمة هذه من يقرأها تفضلي نعم أو تحل نعم أو تحل وليست تحل وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حَتَّى يَأْتِيَا لاحظتم الْيَاءَ هنا نكمل حَتَّى يَأْتِيَا وَعْدُ اللَّهِ حَتَّى يَأْتِيَا وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ وأفحى لكم الآيات طوبة لتتلو قطعت يَيْأَسِ أو تحل يَأْتِيَا ننتبه هنا ننتبه لهذه الكلمة كيف تقرأ يلا من سيقرأها منكم من سيقرأها منكم تفضل نعم ممتاز وَلَا قَدِ سْتُهْزِئَ وَلَا قَدِ سْتُهْزِئَ ممتاز طيب من يقرأ هذه من يقرأ هذه الكلمة أيضا أيوة تفضلي ممتاز فَأَمْلَيْتُ رائع صراحة بديت تنتبهون للحركات معي فَأَمْلَيْتُ ممتاز طيب أيضا هذه الكلمة ثم نعم ثم أخذتهم بارك الله فيكم وليست أخذتهم ثم أخذتهم ممتاز ممتاز فكيف كان عقاب ممتاز بارك الله فيكم نستمع للمقرأ سويا الآن وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَجَعَلُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُ بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصاد طيب لاحظت هنا كيف قرأت لاحظت أم تنبئونه أم تنبئونه لاحظوا هنا من هاد من واق هنا أيضا أشق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وابحة الآيات تمام بارك الله فيكم إلى هنا ننتهي عند هذا القدر المحدد لنا من تلاوة سورة الرعد لا تنسوا أحبابي تلاوة الآيات والتدريب عليها وإتقانها وسماعها أهم شيء تسمعونها إلى أن ألقاكم غدا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقايتكم بكل خير ابناء الطلاب سنتحدث في هذا اليوم إن شاء الله عن موضوع المظاهر الحضارية في الدولة السعودية الأولى ونقول بسم الله الدرس الثامنة العشرون الدولة السعودية الأولى الجوانب الحضارية المرحلة الثانوية نظام مقارات مسار إنساني مستوى الثالث مادة تاريخ افتحوا كتاب معي صفحة مية وثمانية أهداف هذا الدرس الهدف الأول أي أن يعرف الطالب مفهوم الحضارة ماذا نعني بمفهوم الحضارة عندما نقول الجوانب الحضارية ثانيا أن يتعرف الطالب على الجوانب الحضارية في الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الأولى قدمت العديد من المجالات والأنظمة وكذلك التعليم والجيش وإلى آخر من الأنظمة هدارية نريد أن نتعرف عليها مع بعض الهدف الثالث أن يذكر الطالب واجبات الأمير هناك واجبات لهذا الأمير ما هي هذه الواجبات الهدف الرابع أن يستشعر الطالب الدولة السعودية الأولى في التقدم الحضاري في تلك الفترة داخل أرجاء الجزيرة العربية كما قلنا لكم أنها كان هدفها إقامة دولة مركزية تحكم جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية ماذا قدمت من جوانب حضارية في تلك المرحلة نرجع كذلك إلى خريطتنا ونتحدث عن امتداد الدولة السعودية الأولى لاحظ هذا اللون الأخضر الذي أمامك هو أقصى اتساع للدولة السعودية الأولى في فترة حكم سعود بن عبد العزيز لاحظ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وكما قلنا لكم أن الدولة السعودية الأولى في عام 1157 أسسها وإنشاءها الإمام محمد بن سعود وبعد التأسيس اتجه إلى عمليات ضم نجد وبعد ذلك اتجه إلى ضم القصيم ثم اتجه إلى ضم الأحساء وشرق المملكة العربية السعودية ثم بعد ذلك اتجه إلى ضم شمال البلاد يلي ذلك ضم بما نتحدث عن نجد ضم جنوب نجد ثم انتقل إلى جنوب غرب المملكة العربية السعودية من خلال ضم بيشة وضم عسير وجازان ثم بعد ذلك توجه إلى ضم الحجاز ودخلت المدينة هم نورها أولا في عام 1220 تلاها في عام 1221 دخول الحجاز مكة وجدة تحت حكم الدولة السعودية الأولى عندما دخلت الدولة السعودية أو شبه الجزيرة العربية أجمع تحت حكم الدولة السعودية الأولى وخاصة ضم الحجاز هذا أثار حفيظة الدولة العثمانية ورأت أن هذا الضم سيؤثر على مكانتها وقيمتها فاتجهت إلى إرسال حملات القضاء على الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الأولى كما قلنا لكم أنها قامت على المبادئ مهمة وحدة شبه الجزيرة العربية كما كانت في عهد صدر الإسلام كذلك قامت على الكتاب والسنة وتصحيح كثير من المعتقدات الغير صالحة دينيا في تلك الفترة فبدأت في عملية نبذ الخرفات والبدع هذا أثار حفيظة الدولة العثمانية وبدأت في إرسال الحملات لقضاء على الدولة السعودية الأولى أولى هذه الحملات كما قلنا لكم حملة وادي الصفراء التي وقعت في وادي يسمى وادي الصفراء بقرب من المدينة من وراء في عام 1227 هذه المعركة انتصر فيها السعوديون على طوسون باشا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم باستبسال السعوديون وخطة الإمام عبدالله بن سعود التي وضعها عندما جعل جزء من الجيش في بطن الوادي وجزء في الجبل وحفر خندقا مما كان له الأثر على هزيمة القوات الغازية بقيادة طوسون باشا بعد ذلك تأتي معركة المدينة المنورة وحدثت في عام 1227 أحسنتم هذه المعركة حاصر فيها طوسون باشا مدينة منورة والسبسال السعوديون أيما السبسال فيها الدفاع عن قدسية المدينة منورة وكذلك احتوائها على المسجد النبوي لكن هذه القوات حاصرت المدينة منورة وحفرت تحت السور ووضعت البارود وفجرت هذا السور ومن ثم دخلت إلى أسوار المدينة قاومها السعوديون لكن احتراما لقدسية المدينة منورة استسلموا على أن يقف طوسون باشا عن إطلاق النار لكنه نقض العهد واستمر في ذلك بعد ذلك معركة تربة هذه المعركة وقعت في عام 1228 والتقت القوات السعودية بقوات غازية بقيادة طوسون باشا واستطاعت أن تهزمها هزيمة نكراء حتى تركوا مدافعهم وأسلحتهم مغربوا واستبسلت فيها المقاتلة غالية بقمية واستطاعت إدارة المعركة مما نتجعنه بعد توفق الله هزيمة هذه القوات الغازية معركة الطايف في عام 1228 حاصرت هذه القوات قصر بسل واستطاعت أنها تهزم قوات السعودية هناك وتقتل أحد رجال الدولة السعودية الأولى أما معركة القنفذة فحصل فيها انتصار للقوات السعودية انتصارا عظيما حيث قاتلوا هذه القوات الغازية الآتية من البحر والآتية من اليابس واستبسلوا في القتال والدفاع وهزموها في عام 1229 بعد ذلك تأتي معركة حصن بخروج هذه المعركة كانت معركة قوية معركة حاسمة قتل فيها بخروش بن علاس وهو واحد رجال الدولة السعودية الأولى قرابة ألف شخص من المقاتل أو من الغزاء واستطاع أن يحق بهم خسائر فادحة مما جعلهم يطاردونه حتى قبضوا عليه وقتلوه شهيدا معركة طبب كذلك حاصرت هذه القوات طبب في عسير واستطاع السعوديون بسبسالهم أن يلحقوا خسائر فادحة بهذه القوات معركة الرس في عام 1231 و31 حاصر طوسون باشا الرس واستطاع السكان والأهالي والسعوديون أن يصدوا هذا الحصار ويقاوموه حتى جنح طوسون باشا إلى الصلح ومثم عاد إلى مصر أما حصار الرس فتم على يد إبراهيم باشا وكانت تقريبا في عام 1232 حاصرت هذه القوات الرس في طريقها إلى الدعية واستطاع السعوديون أن يصدوا هذه القوات ويجنح في النهاية إلى عقد الصلح والاتفاق مع أهالي الرس في تلك الفترة بعد ذلك أتت امدادات قوية من الدولة العثمانية بجيوشها المتصلة أو متوجهها إلى الدعية وجهزت إمكاناتها وسخرتها في مصر والشام والعراق وشمال أفريقيا أو تركيا بالغزاء والمدافعين والأسلحة وكذلك الراجلة والأطباء والمتخصصين في المخططين الفرنسيين والمدافع الفرنسية والسويسرية وكذلك المدافع التركية كل هذه الإمكانات سخرت ووجهت باتجاه الدعية للقضاء عليها وكل ما مرت من مدينة كشقرة قصيم وشقرة وضرمة عثت فيها ودمرتها وقاتلت من أهلها الكثير حتى وصل إبراهيم باشا إلى الدعية وحاصرها قرابة ستة أشهر هذا الحصار كان حصارا قويا والسبسل في السعوديون ودافعوا وقاتلوا وفي نهاية الأمر عندما رأى الإمام عبد الله بن سعود أن هذا الحصار سيؤثر على السكان وأثر كذلك على حياتهم جنحا إلى الاستسلام على أن يقوم إبراهيم باشا بحماية السكان وعدم التعرض لهم لكنهم كعادتهم في نقض العهود نقضوا العهد ودمر دعية وقتل كثيرا من سكانها وأخذ كثيرا من علمائها وأعيانها وأرسلهم إلى مصر بل أرسل الإمام عبد الله بن سعود إلى مصر ومن مصر إلى تركيا وهناك عذب وقتل سميت طبعا معركة النار لكثرت ما وقع فيها من رمي بالمدافع وإحراق للنخيل لذلك سميت بمعركة النار وكانت نهاية الدولة السعودية الأولى في عام 1233 بعد حملات دامت قرابة 7 إلى 8 سنوات لدينا هنا تساؤل علل استسلام الإمام عبد الله بن سعود عام 1233 الإجابة لأنه رأى أن الحصار ضاق على الناس لذلك قرر الاستسلام مقابل حماية الناس وترك التعرض لهم لكن إبراهيم باشا نقض هذا العهد وأحرق الدعية ودمرها سؤال الثاني صف جرائم القوات العثمانية الغازية في الدعية قام إبراهيم باشا بإحراق الدعية وبلدان نجد من حولها وقتل العلماء والمشايخ وعامة الناس وأرسل عددا من أسرة آل سعود وحفظت الشيخ محمد بن عبد وهاب لاحظوا الحقد على أسرة آل سعود وأسرة الشيخ محمد بن عبد وهاب إلى مصر وعاشت الدعية رعبا وتخريبا من هذه القوات الغازية وهذا يعطينا دلالة على حقد هذه القوات الغازية على الدولة السعودية الأولى طبعا الدولة السعودية الأولى مثلها مثل أي دولة في العالم عندما قامت قدمت للسكان وقدمت لهؤلاء الشعب كثيرا من المظاهر الحضارية المظاهر الحضارة هي كل ما قدمت الدولة للسكان والشعب سواء من الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية أو كذلك مجال السياسة أو الأنظمة الإدارية فنقول تميزة الدولة السعودية الأولى ببنائها الحضاري الموائم لأهدافها ومبادئها أي أن هذا البناء الذي قامت به هو ينطلق من أهدافها ومبادئها ومبادئها كما قلنا لكم هي نشر الدين الإسلامي الصحيح وكذلك القيام على الكتاب والسنة أي أن الدولة السعودية الأولى عندما اتفق محمد بن سعود مع أن يؤيد دعوة محمد عبد الوهاب هي امتداد لما جاء به السلف الصالح ولم تأتي بدين جديد كما وصفتها الدولة العثمانية قالت أنه وهابية لا إنما هو امتداد لما جاء عن السلف الصالح حيث أنها قامت على الكتاب والسنة لذلك هذا أثر في الجوانب الحضارية لهذه الدولة التي تقوم على نشر الاستقرار وتوحيد البلاد وتطبيق الشريعة الإسلامية كذلك كان مبادئها إقامة وحدة شاملة للجزيرة العربية تحكمها دولة واحدة واستطاعت في ذلك كذلك نشر العلم ودعم العلم والعلماء وإنشاء نظام اقتصادي تستطيع من خلال الانفاق على الدولة وكذلك نشر الاستقرار والأمن وفعلا هذا حدث للسعوديون لذلك هم دافعوا وقاتلوا واستماتوا من أجل ما وجدوا من أثر لهذه الدولة على حياتهم أولى هذه الجوانب الحضارية الإمام أو الحاكم أو الأمير أي بمعنى أنه نقول الملك يتولى إدارة بلاد الحاكم الذي هو الأمير يسمى الأمير في الدولة السعودية الأولى كان يسمى الأمير وكذلك في الدولة السعودية يسمى الإمام وفي الدولة السعودية الثانية يسمى الإمام الذي يجري اختياره طبعا إما اختياره مبايعة من الشعب وأصبح يطلق عليه الإمام بعد تأسيس الدولة السعودية الأولى ومن أهم واجبات الأميق أي ماذا يقوم به هذا الأميق واحد الإشراف على شؤون الدولة عامة من ماذا من تطويق وحماية ومتابعة وقيادة للجيوش أو اختيار من يراه للقيادة إذن هو يشرف على شؤون الدولة من جميع الجوانب عامة سواء من ناحية تطويق هذه الأجهزة أو من ناحية حماية حدود هذه الدولة وحماية شعبها ومن ناحية كذلك المتابعة اليومية للأحداث التي تصير داخل نطاقة أو جرافية الدولة وقيادة الجوش أو اختيار من يراه لقيادتها يعني معناه أنه يعين قائد لهذا الجيش ويعين كذلك شخص لأحد الإمارات ثم للحجاز أو لجنوب المملكة أو للأحساء أو للقصيم فهو الذي أمر بتعين شخص يراه كفاء لهذا المكان ومن أساليب الإدارة تخصيص الإمام مجلسا يوميا أي أنه كان هناك مجلس يجتمع إليه عامة الناس وينقلون احتياجاتهم وهمومهم فكان هذا مجلس مفتوح للناس بشكل يومي يأتون يقابلون فيه الإمام أو الحاكم سواء من بداية الدولة أو كذلك أبنائه من بعده يستطيع فيه طبعا يستمع فيه إلى طلباتهم ويتعرف إلى أحوالهم وكان هناك كذلك مجلس آخر لمن؟ للأعيان أي وجهاء الدرعية في تلك الفترة والعلماء والمسؤولين إذن مجلس لعامة الناس ومجلس خاص بالأعيان والعلماء والمسؤولين يجري فيه تدارس الأمور أي أمور الدولة ويترمن النظام الإداري تعيين الأمراء على النواحي فبعنا كما قلنا لكم يعيين أمير في الحساء أو أمير على القصيم أو أميرا على مكة أو الحجاز أو غرب المملكة إلى آخر وتعيين كذلك القضاء وهذا جانب مهم لأن القاضي يكون يفصل في الخصومات بين سكان البلد كما كان هناك الديوان المتطبط بالحاكم الذي يشرف على بيت الماد الديوان كما أخذته هو طبعا سجل يدوم فيه كل اختصاصات وشؤون الدولة فكان يشرف عليه بيت المال بمعنى أنه مثل الآن نسميها وزارة المالية حسنتهم ويسجل أسماء من يوجه بمساعدتهم وصرف رواتبهم على وعلى تدوين الرسائل والمكاتبات والأوامر التي يصدرها الحاكم بمعنى أنه يكتب رسائل الحاكم ومكاتباته وأوامره ويحفظها كالأرشيف لدينا الإمام الحاكم يتبع له ولي العهد والقاضي أو القضاء أمراء النواحي أو أمراء المناطق مسميها الآن وبيت المال اللي أقصد به وزارة المالية أما من ناحية ولاية العهد فانتهجت الدولة السعودية الولاية في نظام الحكم اختيار ولي العهد أي أن ولي العهد يتم اختياره أو مبايعته إما يتم اختياره أو تتم مبايعته من قبل الأعيان ومن قبل المواطنين فقد حدث ذلك في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في عام 1202 عندما اختار هو ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز وليا للعهد وابوه يعابي ذلك إذن يتم الاختيار ولدينا الآن في المملكة العربية السعودية هيئة البيعة هي المسؤولة عن الاختيار وأصبحت البيعة جزءا أساسيا من نظام الدولة واستمر ذلك إلى هذا اليوم أما من ناحية الجيش فكل دولة لا بد يكون لها جيش يدافع عن أراضيها ويحفظ أمنها ويصد هجمات الإعداء عليها يقوم على أساس دعوة الإمام للنواحي والبلدان لتجهيز الجيش استعدادا لحملة معينة بمعنى أن الحاكم أو الأمير في تلك الفترة يقوم بإرسال الدعوة إلى كمثال الحجاز وكذلك نقول منطقة القصيم الأحساء جميع مناطق التي كانت خاضعة للدولة السعودية الأولى ويطلب منهم تجهيز جيش وتجهيز كذلك المقاتلين وتجهيز من جميع النواحي ويرسالهم في مهمة معينة ويتوافدون بعتادهم وعدتهم في المكان المحدد ويتحركون إلى وجهتهم ويكون لهم طبعا لكل حملة قائدها ونظامها من حيث المؤن والتوزيع بمعنى أنه لم يكن هناك جيش نظامي كما هو موجود لدينا الآن وإنما الأمير يقوم بالطلب من المناطق أو الإمارات والنواحي في تلك الفترة وهم يقومون بإرسال الجيش أو المقاتلين ومعهم عتادهم وكذلك عدتهم ويتوجهون إلى مكان محدد هنا يتم الأمر بصرف لهم المؤن والتوزيع وكل حملة لها اختصاصها ولها كذلك نظام خاص بها لدينا أسئلة على التقويم الآن على موضوعنا لهذا اليوم السؤال الأول عدد الجوانب الحضارية في الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الأولى كما قلنا لكم أنها قدمت مجموعة من الجوانب الحضارية التي طبعا لم تكن موجودة قبل وبالتالي هي أحدثت نقلة لشبه الجزيرة العربية عندما قامت وأثرت فيها ما هي هذا الجوانب؟ الجوانب الحضارية هي الإمام كما قلنا لكم أو الحاكم أو الأمير ولاية العهد ويتم اختياره أو مبايعته الجيش لم يكن هناك جيش نظامي وإنما يتم الطلب من نواحي الإمارات في تلك الفترة وهم يقومون بإرسال المقاتلين ومعهم عتادهم وعدتهم ويتوجهون إلى مكان معين وتم توجيههم إلى المكان المراد الذهاب إليه عندنا بيت المال وهو مسؤول طبعا تسجيل رواتب وصرفها وأعداد الموظفين إلى آخرها من المعلومات مثل ما نقول الآن وزارة المالية الحياة العلمية ورح نأخذ إن شاء الله بيت المال والحياة العلمية في درس المقبل لكن اليوم نتحدث عن الإمام وولاية العهد والجيش طيب السؤال الثاني ما هي أهم واجبات الأمير أو الإمام؟ ماذا يقومون به؟ أحسنتم يقوم به أهم واجبات الأمير أو الإمام الإشراف على شؤون الدولة الإشراف على شؤون الدولة بشكل عام يشرف عليه من أين ناحية؟ من ناحية التطوير الحماية المتابعة قيادة الجيوش أو اختيار من يراه لقيادتها إذن يشرف بشكل عام على شؤون الدولة من حيث تطويرها ومن حيث حمايتها ومن حيث المتابعة وقيادة الجيوش واختيار من يراه لقيادة لقيادة هذه الجيوش أو كذلك تعين أمراء للنواحي التابعة للدولة السعودية في تلك الفترة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قدمت الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام أما بعد أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات في الدرس تديد من مادة علوم إدارية واحد مبادئ الإدارة ما زال نحن فيحN moving on a大哥 ما زالنا في الحديث عن رحلة الرقابة ورابع وعناصر الإدارة لكن قبل أن نبدأ حديثنا هذا اليوم نستذكر سريعا ما أخذنا في الدروس الماضية فعلى بركة الله تحدثنا أن الرقابة مهم فيها وجود الأدوات والمعايير حتى نعرف أننا نسير نحو الطريق الصحيح للوصول إلى أهدافنا أم أن يوجد لدينا انحراف نحو تحقيق تلك الأهداف كذلك السفينة حينما تنحرف فهناك مجموعة من الأدوات التي نعرف من خلالها أننا انحرفنا عن المكان الذي نريد أن نصل إليه تحدثنا أن العمليات الرقابية التخطيط والتنظيم والإشراف الإداري وأن الرقابة ترتبط بكل عنصر من هذه العناصر الثلاث تحدثنا كذلك أن الرقابة لا تتم بشكل عشوائي وإنما هي بناء على خطة مرسومة وأهداف محددة مسبقا تحدثنا عن ارتباط الرقابة بكل عنصر من عناصر الإدارة فالعمليات الرقابية تساعد في فعالية التخطيط وكذلك إذا كان التنظيم يسعى إلى وضع الأمور في الأماكن المناسبة لها فإن النظام الرقابي يوفر المعلومات الكافية للتنظيم بناء على النتائج التي يتم الحصول عليها أثناء عملية متابعة التنفيذ وعلاقة الرقابة بالتوجيه والإشراف الإداري فتظهر من خلال مساعدة المشتفين والمديرين المسؤولين عن العملية التنفيذية بتوجيه العاملين لتنفيذ الأعمال وفق الخطط المرسومة لهم وليس بناء على اجتهادات الشخصية ذكرنا كذلك مجموعة من التعريفات للرقابة التي تركز على أننا لابد أن نسير نحو أهدافنا وفي حال وجود أي انحراف أثناء مسيرنا لتحقيق الأهداف فإننا لابد أن نعالج ذلك الانحراف وهذا هو دور الرقابة هو معرفة الانحراف نحو عن تحقيق الأهداف تحدثنا عن مبادئ الرقابة وهي أربعة مبادئ توافق النظام الرقابي وطبيعة النشاط تصحيح الانحراف السرعة والوضوح تحدثنا كذلك عن أنواع الرقابة وذكرنا أن أنواع الرقابة ثلاثة أنواع الرقابة الأولية والرقابة التطويرية والرقابة اللاحقة الرقابة الأولية التي تكون قبل البدء بالعمل وتكون مرتبطة بعنصري التخطيط والتنظيم أما الرقابة اللاحقة فهي تلك الرقابة التي تكون أثناء العمل وترتبط بشكل كبير بعملية الإشراف الإداري والقيادة وأخيرا الرقابة اللاحقة والتي تكون بعد العمل ونستفيد منها بعد ذلك في عمليات التخطيط بعد ذلك الخطط التالية وكذلك التنظيم وتقليم العمل بشكل عام ذكرنا أن الرقابة الأولية تكون نكتشف الخطأ قبل وقوعه وكما ذكرنا ترتبط بالتخطيط والتنظيم أما الرقابة التطويرية فتكون في وقت التنفيذ وتهدف إلى التطوير المستمر وترتبط كما ذكرنا بالإشراف الإداري والقيادة أما الرقابة اللاحقة فتهدف الرقابة اللاحقة إلى تصحيح الانحرافات التي تحدث في النتائج النهائية اليوم بذل عز وجل نتحدث عن خطوات الرقابة نتحدث اليوم بذل عز وجل عن خطوات الرقابة وهذه الخطوات هي خطوات عملية خطوات عملية سنلاحظ بذل عز وجل كيف نقوم بالعملية الرقابية خطوة بخطوة خطوات الرقابة تحديد المعايير الرقابية وبعد ذلك قياس الأداء وبعد ذلك تصحيح الإحراف هذه هي خطوات الرقابة كما ذكرنا سنعرف الرقابة خطوة بخطوة كيف نبدأ بالرقابة وكيف ننتهي من الرقابة وسيكون ذلك إن شاء الله بكل يسر وسهولة أول هذه الخطوات هو تحديد المعايير الرقابية يمكن تعريف المعايير الرقابية بأنها وحدات أو أدوات القياس التي يتم تقييم الأداء بناء عليها حينما نضع الأهداف الخاصة بالمنظمة فنضع مجموعة من المعايير لنقيم بناء عليها الأداء وهل نحن نسير بالشكل الصحيح وأداءنا متميز أو لا لا بد من وجود معايير لقياس الأداء لا بد من وجود معايير لقياس الأداء ولا نترك ذلك فضفاضا ولا يوجد لدينا أي معايير فلا نعرف هل نحن حققنا أهدافنا أم لا يتطلب تحديد المعايير الرقابية وجود أهداف واضحة فالأهداف هي النهائي التي تطلع الإدارة لتحقيقها وهو ما تم نقاشه سابقا في موضوع التخطيط لكي نضع معايير ونحدد معايير الرقابة لا بد أن يوجد لدينا خطة سبق تناقشنا وطرحنا ذلك في العنصر الأول من عناصر الإدارة وهو التخطيط فحينما يوجد لدينا خطة نستطيع بناء علي هذه الخطة تحديد المعايير الرقابية لكن حينما لا يوجد أهداف فيصعب أن نضع معايير للرقابة لأن تلك المعايير ماذا ستقيم هذه المعايير ماذا ستقيم لكن حينما يوجد أهداف نسعى لتحقيقها فسيكون التقييم بناء على هذه تكون المعايير بناء على الأهداف الموضوع وبعد أن عرفنا وحددنا الهدف الذي نرغب في الوصول إليه يأتي السؤال مهم جدا كيف نستطيع أن نتأكد من أننا نسير بشكل صحيح باتجاه الهدف كما ذكرنا حددنا الهدف تأتي هناك أمر مهم جدا وهو معرفة هل نحن نسير بالشكل الصحيح نحو تحقيق الهدف أم لا كيف نعرف ذلك من خلال المعايير الرقابية فإنه لا بد أن يكون لدينا أدوات لقياس هذا الانحراف ومقدار الفجوة التي بين الأداء الفعلي والأهداف المحدد مسبقا ويمكن أن تأخذ المعايير الرقابية أشكال مختلفة منها وما هو كمي ونوعي ومالي وغيرها ففي المعايير الرقابية نحدد ما هو الانحراف بين الأداء المتوقع والذي يحقق أهدافنا وما بين الأداء الفعلي ومعرفة تلك الفجوة بعد ذلك نسعى لتلافي تلك الفجوة والمعايير هناك معايير كمية ومعايير نوعية ومعايير مالية وغيرها بدنا عز وجل وسنتحدث عنها لاحقا بتفصيل بشكل أكبر هذه البوصلة هي من الأدوات التي يسترشد بها قائد ربان السفينة حينما تحدثنا في بداية الرقابة عن السفينة نتأكد ذلك الآن فالبوصلة هي أداة ليعرف القبطان هل هو يسير نحو الهدف والمدينة التي يريد الوصول إليها أم لا كذلك في الرقابة فالرقابة ودور المعايير الرقابية هي التي تشعرنا وتخبرنا هل نحن نسير نحو هدفنا أم يوجد انحراف عن ذلك الهدف مثال على تحديد المعايير الرقابية تخيل أن قائد سفينة في البحر حدد هدفه وهو الوصول إلى مدينة الدمان مثلا ولكن ليس لديه معلومات عن الطريق وعن المؤشرات التي يعرف بها الطريق مثل البوصلة والخرائط وغيرها والتي بناء عليها يستطيع أن يصحح مسار السفينة لو اتجهت يمينا أو شمالا عن المسار المؤدي إلى الهدف وهو مدينة الدمان ومن ثم يتم معرفة عدم توفر الأدوات اللازمة القياس وعدم وجود محددات للطريق الذي يسير عليه مقدار الانحراف المسموح به أو الطرق التي يجب اتباعها كما هذا المثال في السفينة كذلك في الرقابة لا بد من معرفة تلك الأدوات التي تشعرنا كما ذكرنا بتحقيقنا للهدف أو انحرافنا عنها فأن نتوقع أن يصل الدمام دون أن يضيع وقتا وجهدا كبيرين في حال لم توجد تلك الأدوات حناصر العملية الرقابية أربعة عناصر أولا أولى هذه العناصر وهو الزمن وتحديد فترة زمنية يتم القياس بناء عليها من هذه المعايير الرقابية هو الزمن أن نحدد زمنا نريد الوصول به أو من خلاله إلى أهدافنا فنجعل ذلك المعيار هو زمنا سواء كان مثلا شهرا شهرين سبوع سبوعين مدة أي أن كانت هذه المدة الزمنية فيتم تحديد مدة زمنية يتم من خلالها الوصول إلى الهدف الذي نريد تحقيقه وهذا أولى العناصر الرقابية ثاني هذه العناصر الرقابية هو الكفاءة وهو تحديد جودة المنتج المراد قياسه كما ذكرنا العنصر الأول هو الزمن أما العنصر الثاني فهو الكفاءة ونقصد بالكفاءة جودة ذلك المنتج فنذكر جودته هل نريد جودة عالية أو جودة متوسطة أو جودة متدنية أو غيرها من التفاصيل المرتبطة بالجودة وهذا يسمى المعيار أو العنصر الكفاءة أما ثالث العناصر فهو المالية وتحديد التكاليف أو الإرادات المتوقعة من الأداء فهذه نحتاج أن نستعملها مثلا في المبيعات أو المصرفات أو غير ذلك المشتريات أو غير ذلك فنحدد مجموعة من المعايير المالية فنحدد مثلا نريد أن نحقق أرباحا مثلا بمقدار 100 ألف خلال السنة هذا من الأمثلة على المعايير المالية رابع هذه العناصر هو الكمية تحديد عدد أو نسبة للآداء المطلوب فنحدد مثلا أننا نريد أن ننجز مثلا إنتاج ألفة مثلا من الكراسي أو غير ذلك من الأمثل الأخرى نحدد رقما للإنجاز نسعة لتحقيقه أو نسبة وسنضرب الآن مثلا على هذه العناصر يتضح بشكل أكبر إذا قلنا أن المطلوب بن عامل مصنع الأثاث بالرياض هو إنتاج 5 طولات فئة ألف حسب المواصفات المحددة لهذه الفئة خلال أسبوع وبتكلفة إجمالية لا تزيد عن 500 ريال هذا المثال بناء على العناصر التي طرحناها لكم سابقا هذه العناصر المعايير الرقابية ما هو من خلال المثال ضع هذه العناصر الأربعة التي تتحدثنا وجد من هذا المثال أو جد من هذا المثال كل عنصر وما يرتبط به نحل معكم الإجابة السؤال ونجيب عليه كما أجبتم أولا الزمن فالزمن مدته أسبوع الزمن مدته أسبوع كما ذكرنا خلال أسبوع الزمن مدته أسبوع أما الكفاءة فمنتج من فئة ألف وهذه المؤسسة قد وضعت مجموعة من الفئات الذي تريد أن تحققه المنتج بجودة ألف أو المنتج فئة ألف بجودة معينة موضحة لدى الشركة بعد ذلك الكمية والكمية كما هي واضح خمس طاولات نسعى إلى تحقيق إنتاج تلك الخمس طاولات بعد ذلك المالية وهو 500 ريال نلاحظ الآن اتضح لنا العناصر الرقابية بشكل جلي وواضح وهذه هي العناصر الرقابية كما ذكرنا هي أربعة الوقت والكفاءة والمالية وأخيرا الكفاءة والمالية والوقت الوقت وبعد ذلك الكمية مازلنا في خطوات الرقابة ونأخذ الآن الخطوة الثانية من خطوات الرقابة يقصد بقياس الأداء مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الرقابية التي تم تحديدها مسبقاً وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات المطلوبة عن الأداء كما ذكرنا الخطوة الثانية هي قياس الأداء ولقد تم في الخطوة الأولى من خطوات الرقابة معرفة آداء القياس وهي المعايير الرقابية وبعد الانتهاء من وضع المعايير الرقابية لقد تم في الخطوة الأولى من خطوات معرفة تحديد معرفة آداء القياس وهي المعايير الرقابية والانتهاء من وضع المعايير الرقابية تم في الخطوة الأولى كما ذكرنا وضع تلك المعايير الآن الخطوة الثانية بعد أن وضعنا المعايير وهو قياس الأداء ونتأكد هل نحن نسير فعلا بالشكل الصحيح أو يوجد لدينا انحراف عن تحقيق الهدف قياس الأداء هو خطوة مهمة جدا لأننا من خلالها نعرف سيرنا هل هو صحيح أو لا فلو وضعنا تلك المعايير الرقابية وماقسنا آداءنا مع ما استفدنا من تلك المعايير وهذه القياس يتم من المدراء أو الرؤساء بالشكل الدقيق حتى يكون تحقق نتيجته المطلوبة التي نسعى إلى تحقيقها وهو معرفة الانحراف إن وجد لماذا القياس الأداء كما ذكرنا هو أمر مهم ما هو الموجود نتبين ما هو موجود الأداء الفعلي وماذا يجب أن يكون عليه الأهداف ونقارن بين ما هو موجود الفعلي وما هو الأداء المتوقع ونقارن بينها إن تساوت وكانت متماثلة فالحمد لله وهذا ما أردنا وإن وجد انحراف فهذا دورنا في الرقابة نعرف الانحراف ثم نعالج تلك الانحراف فإنه لا يمكن القيام بعملية الرقابة ومن ثم الصعب على إدارة تحديد الانحرافات التي تحدث أثناء العمل بالشكل المناسب بما يؤدي إلى عدم تحقيق المنظمة إلى أهدافها هذا يتم من خلال قياس الأداء فحينما لا نقيس الأداء لا نعرف هل المنظمة تسير بالشكل الصحيح أم لا لكن حينما نقيس الأداء بناء وبعد وضع المعايير الرقابية فإننا بالتأكيد سنعرف سيرة المنظمة وهل هي تسير بالشكل الصحيح والسليمي أم لا وتطلب عملية القياس من المديرين أو المشرفين نوعا من الموضوعية في عملية القياس وذلك لتحديد مدى الانحراف عن المعيار أو ما يمكن أن نسميه انحرافا وما يمكن تجاوزه بناء على الحد المسموحي بها وعند وضع المعيار حينما يقوم المدراء والرؤساء بقياس الأداء فلا بد أن يقوموا بذلك القياس بشكل موضوعي فلا يتحيز لإدارة معينة أو لموظف معين أو غير ذلك بل يكون حسب تلك الأرقام التي تم وضعها ونسعى إلى تحقيق الأهداف من خلالها لا شك أن كما ذكرنا خطوة قياس الأداء من الخطوات المهمة جدا ونعرف الانحراف الموجود وما هو الحد المسموح به عن تحقيق أهدافنا حينما نضع الأهداف ونضع المعايير الرقابية نجعل حدا مسموحا به نجعل حدا مسموحا به يمكن أن نتغاضى عن أي انحراف تجاه ذلك ويكون ذلك مقدارا بسيطا فمثلا حينما نضع أننا نريد أن نحقق مبيعات مقدار 100 ألف ونضع الحد المسموح له مثلا 10 ألاف فحينما نحقق 90 ألف هذا الانحراف يعتبر انحرافا لكن نحن سمحنا بمعدل هذا الانحراف وكل منظمة بحسبها وحسب ما تراه مناسبا مثال على قياس الأداء يقوم أحد العمال في مصنع الحديد بذهان ألواح من الصاج المقطع ضمن قياس محدد مسبقا معيار ويقوم العاملين بقياس أبعاد هذه الألواح قبل دهنها ليتأكد من أن أبعادها تقطع ضمن نسب التفاوت المسموح بها أي أن الزيادة أو النقص الموجود ليتعدى الانحراف المحدد ضمن المعيار المسموح به ومن ثم إذا وجد أنها ضمن الأبعاد المثالية قام بدهنها أما إذا لم تكن كذلك فإنه يقوم باستبعادها وإشعار الإدارة فورا بذلك حتى تتخذ الإجراء التصحيحي اللازم بعد معرفة الأسباب الانحراف ومعالجته فنلاحظ هذا المصنع يقوم بتقطيع تلك الألواح ثم بعد ذلك بعد أن يتم تقطيعها يتم دهنها لكن لا تدهن إلا بعد أن يتأكد من أنها مطابقة للمعايير التي وضعناها في حال وجد اختلاف وانحراف عن المعايير التي تم وضعها فإنه يتوقف ولا يكمل عمله حتى يشعر الإدارة حتى تعرف سبب هذا الانحراف وتعالج ذلك الانحراف حتى يسير العمل بكل يسر وسهولة نلاحظ الآن بدأ يتجلى ويتضح لنا أهمية المعايير الرقابية ثم بعد ذلك قياس ذلك الأداء من خلال المعايير التي تم وضعها فهنا اتضح أن ذلك اللوح ليس مقاسه مناسبا نلاحظ أنه توقف أو توقفت المرحلة التي تليها لأنه خالف المعايير التي تم وضعها وهنا يتجلى أهمية الرقابة ووجود الرقابة ثالثة خطوات الرقابة هو تصحيح الانحراف بعد أن تتم عملية قياس الأداء نأتي الخطوة الأخيرة من خطوات الرقابة وهي تصحيح الانحراف ويعدد تصحيح الانحراف المطلب الأساسي من عملية الرقابة فليس المقصود من الرقابة هو فقط اكتشاف الأخطاء بل المقصود هو تصحيح الانحراف والمساعدة في تحقيق الأهداف قمنا كما ذكرنا الخطوة الأولى بتحديد المعايير الرقابية الخطوة الثانية قصنا الأداء هنا الخطوة الثالثة هي الخطوة العملية والفعالة في عملية الرقابة وإذا لم توجد هذه الخطوة لم نستفد من عملية الرقابة بشكل كامل هذه الخطوة هو أن نصح ذلك الانحراف وجد الخطأ ووجد الانحراف عن الهدف الذي تم وضعه فعرفنا ذلك من خلال قياس الأداء بعد أن حددنا المعايير يأتي دورنا في تصحيح تلك الأخطاء وتعديل ذلك الانحراف وكما ذكرنا هو المهم من عملية الرقابة يتم تصحيح الانحراف من خلال مقارنة النتائج التي تم قياسها مع المعايير الرقابية ومن ثم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب والنظام الرقابي الفعال هو الذي يمكن أن نكتشاف هذه الانحرافات بشكل سريع دون ضياع وقت طويل في حساب الانحرافات وتحديدها لدينا الأعراض ولدينا الأسباب لدينا الأعراض ولدينا الأسباب مهم جدا أن نفرق بين الأعراض والأسباب حينما نحدد الانحراف أو المشكلة والفرق بين الأعراض والأسباب فمثلا حينما تذهب إلى الطبيب وتجد ألما فهذا الألم هو أعرض حينما يعطيك مسكنا فهذا الطبيب قد عالج العرض ولم يعالج السبب لكن حينما يبدأ بعلاج سنك ويزيل التسوس ويتم حشو ذلك الحشوة حشو السن بعد زالة التسوس هذا هو علاج السبب وليس علاج العرض فكذلك في العملية الرقابية مهم جدا أن نفرق بين العرض وما بين السبب وأن نعرف السبب ونعالج السبب ولا نعالج العرض لأننا إذا علاجنا العرض ستكون المشكلة مستمرة وموجودة الأعراض من ثم فإنه يمكن تعريف الأعراض على أنها المظاهر الخارجية التي تبدو على السطح بشكل يمكن ملاحظته بشكل سريع ولكنها ليست هي المشكلة التي يراد علاجها المشكلة التي يراد علاجها هي الأسباب أما الأسباب فيمكن تحديدها من مبدأ أن لكل مشكلة أسباب حقيقية وراءهم والتي عندما يتم معالجتها فإن الأعراض ستختفي كما أن المشكلة ستنتهي ومن ثم فإذا كانت الأسباب هي العامل الرئيس خلف المشكلة فإن على المدير أو المشتفين التعرف على هذه الأسباب لعلاجها لا شك أن التعرف على الأسباب يتطلب جهداً وخبرة لإكتشاف تلك الأسباب الحقيقية وليس أن هذه التي نعالجها هي أعراض فقط مثال عند مراجعة المبيعات الفعلية مع المبيعات المستهدف في أحد المنظمات التجارية وجد أن هناك انخفاضاً في المبيعات السنوية في المنطقة المستهدف وقام المدير مع المشتفين في البحث عن أسباب هذه المشكلة لعلاجها واتخاذ القرار الصحيح فيها طيب نأتي هنا إلى ارتباط الرقابة وتصحيح الانحراف في كل خطوة أو كل عنصر من عناصر الإدارة أولاً التخطيط فقد يكون السبب مثلاً في التخطيط أو عدم وجود أهداف محددة بشكل واضح في تلك المنطقة ونقصد المنطقة الوسطى التي ذكرناها في المثال السابق وهي انخفاض المبيعات في المنطقة الوسطى فقد تكون مشتكلة في التخطيط وهو عدم وجود أهداف محددة بشكل واضح في تلك المنطقة أو عدم وجود خطة مناسبة لتحقيق تلك الأهداف حينما نبدأ بعلاج المشكلة نبدأ بالنظر إلى عناصر الإدارة فننظر العنصر الأول للتخطيط وهل هناك مشكلة في التخطيط في عدم وضع الخطة المناسبة أو عدم وجود خطة من الأساس ونسأل أنفسنا هذا السؤال حتى نعرف حينما نجيب على السؤال نعرف هل المشكلة كانت في عنصر التخطيط أما أنها في عنصر آخر العنصر الآخر التنظيم مثلاً عدم تنظيم رجال مبيعات وتوزيعهم في تلك المنطقة بشكل مناسب يساعد على تحقيق الأهداف المحددة لهم الأمر الذي أدى إلى انخفاض مبيعاتهم قد يكون المشكلة في التنظيم فتوزيع المندوب المبيعات لم يكن بالشكل الصحيح فتم توزيعهم في منطقة بشكل أكبر من المنطقة الأخرى أو تم توزيعهم بالتساوي وعدم مراعاة زيادة الشراء في تلك المنطقة عن المنطقة الأخرى وهنا همية أن تسأل نفسك في كل عنصر من عناصر الإدارة وتعرف أين الخلل هل هو في التخطيط أو التنظيم أو كما سنتضح لنا الآن الإشراف الإداري فالإشراف الإداري عدم وجود عدد كافي من المشرفين لمتابعة سير العمل في تلك المنطقة أو نقص كفاءات المشرفين الإدارية والإشرافية مما أدى إلى ضياع جهود رجال مبيعات وانخفاض مبيعاتهم السنوية فهذا كذلك نلاحظ ارتباط الرقابة كذلك بالإشراف الإداري ونلاحظ من خلال المثال السابق أنه من المشكلة أن يكون المشكلة في الإشراف الإداري وعدم إما كفاءة الرؤساء أو نقص في الرؤساء والذين يتابعون عملية البيع وبعد بحث كل هذه الأسباب المحتملة وجد أن السبب الرئيسي يتمثل في عملية التوجيه أو الإشراف الإداري ومن ثم تمت معالجة وتصحيح أداء العاملين من رجال البيع في تلك المنطقة نلاحظ بعد أن حددنا ودرسنا المشكلة بالتفصيل وعرفنا السبب استطعنا العلاج لكن حينما نعالج التنظيم ولا يكون هو السبب الرئيسي وإنما هو عرض هو السبب الرئيسي في الإشراف فلا شك أن المشكلة ستستمر فمهم جدا أن نحدد المشكلة بذاتها وليست ولا نحدد الأعراض بشكل عام ونترك السبب الرئيس خطوات العلاج وتصحيح الحراف وعرفنا السبب وعرفنا وجود انحراف كيف نعالج ذلك أولا تحديد البدائل ثانيا تقييم البدائل ثالثا اختيار البديل المناسب ثم بعد ذلك التطبيق أو التنفيذ الخطوة الأولى من خطوات العلاج وهي تحديد البدائل تستطيع الإدارة من خلال المعلومات والبيانات المتوفرة لديها حلول المشكلة محل الدراسة أو تضع أكثر من حل وهي ما نسميه بالبدائل ونظرا لأن تحديد البدائل تحتاج إلى نوع من التفكير المنظم فإن الإدارة تلجأ في هذه المرحلة إلى مشاركة العاملين في إيجاد ومناقشة هذه البدائل عرفنا السبب نبدأ بإيجاد مجموعة من البدائل والحلول لهذه المشكلة بعد ذلك نقيم هذه البدائل التي حددناها بعد أن تحدد الإدارة مجموعة من البدائل المناسبة لتصحيح الانحراف تقوم بتقييم هذه البدائل بناء على تكلفتها سواء مادية أو بشرية ومدى قدرة كل بديل على تصحيح الانحراف بشكل أسرع وأخيرا دراسة الآثار المترتبة على تطبيق كل بديل حددنا البدائل نبدأ بتقييم هذه البدائل وهل هذه البدائل ستؤدي الأثر الذي نريده وكم تكلفتها المادية والبشرية وغير ذلك من تكاريف الأخرى ندرس كل بديل حتى نستطيع أن نختار البديل الأنسب حتى نستطيع اختيار البديل الأنسب لحل هذه المشكلة الآن اختيار البديل المناسب بناء على تقييم السابق البدائل المتاحة فإنه يتم ترتيب حسب نتائج التقييم ومثم اختيار البديل الأفضل من بينها آخر هذه الخطوات خطوات العلاج التطبيق التنفيذ تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل تصحيح الانحراف والتي تمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البديل المناسب ولا شك أن ذلك مهم جدا تنفيذ البديل والإشراف على تنفيذ البديل وأنه يتم بشكل صحيح ونقوم ذلك التنفيذ حتى نعرف هل نخترنا البديل المناسب وهل المشكلة زالت أم لا النظام الرقابي نحدد الأهداف بعد أن نحدد المعايير الرقابية ونقيس الأداء الفعلي بعد أن نقيس الأداء الفعلي هناك أمران إما أنه يطابق الأداء الفعلي الأداء المطلوب فهنا يكون الأمر يسير بالشكل الصحيح فهي تقارير تغذية عكسية لتحديد أهداف مستقبلية فحددنا الأهداف حددنا المعايير قصنا الأداء إن كان مطابقا لما هو مطلوب فإننا هذه نستفيد منها ونحدد أهداف لاحقة أما إذا كان غير مطابق فإننا نصحح الانحراف حتى يطابق الأداء المتوقع ثم نضع تلك التقارير في التغذية الراجعة ونضع بعد ذلك الأهداف المستقبلية هذه النظام الرقابي ينظمه بشكل مختصر وواضح في الختام لا يسعوني أعزائي الطلاب والطالبات إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم استمتعنا واستفدنا معكم في رحلة الرقابة شكرا لكم مجددا دمتم بسعادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد 19 وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة ولطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة فيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة كحة ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشغيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19 أولا اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد 19 ثانيا تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثا الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعا جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامسا من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادسا في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطيرة لهذه اللقاحات سابعا تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامنا أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعا الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشرا جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الدي اناي وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيرا اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عشب صحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصا مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوما على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيرا لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلا يشبهه تماما هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماما فهو لا يزال مختلفا كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماما للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان، إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم لذا توفر منصة مدرسة بيئة رقمية آمينة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس على سبيل المثال، استخدام أسلوب الفصل المقلوب والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرسة بشكل ذاتي بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم ومع منصة مدرستي، يمكنك أيضاً تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة ورطها بالخبرة الجديدة كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم ولا تنسى أن إبداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى أبنائنا الطلبة مثل مهارة التعاون، التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، مهارات البحث والاستكشاف، ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات وأخيراً عزيز المعلم وعزيزة المعلمة لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين مدرستي منصة إبداعي الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنويا بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يترافق التدخين وطعات التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية والإكزيمة فالمدخنين هم أكثر عرض للإصابة بالصدفية بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ هناك ارتباط قوي بين تدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى لون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر وذلك حسب منظمة الصحة العالمية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف فقدان السمع فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضباء مقارنة مع غير المدخنين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ